في مدينة دمشق مشاهدين الكرام كانت قبل قليل تظهر الحالة الحالية بعد الضربة العسكرية الأمريكية مباشرة هذه أصور التي يعرضها تلفزيون سوريا تظهر الأجواء والأوضاع في مدينة دمشق في العاصمة دمشق قبل قليل بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع في محيط العاصمة دمشق والتي تضاربت الأنباء حول الخسائر والوضع الحالي ليس هناك أنباء حتى الآن عن حجم الخسائر نبقى مع هذه الصور نلاحظ مشاهدين هدوءا في مدينة دمشق وهي ساعات الصباح الأولى في المدينة التي تلت الضربات الأمريكية بشكل مباشر يبدو أن جبل قاسيون من بعيد الذي قيل أنه استهدف بضربات خصوصا أن الأنباء قالت أن هناك استهداف للفرقة الرابعة والتي يرأسها ماهر الأسد شقيق بشار الأسد هناك أنباء عن استهدافها لكن يبدو أن هدوء حاذر يسود المشهد كما نراه في مدينة دمشق بعد ضربات العسكرية بشكل مباشر طبعا الضربات استهدفت محيط العاصمة دمشق ومناطق أخرى في مدن أخرى لكن بحسب الأنباء المتواردة من محيط المدينة بأن انفجارات مدوية جدا كانت في العاصمة وسمعت في كل أرجاء العاصمة ومن أبرز الأهداف التي تم استهدافها مركز البحوث العلمية في جمرايا وبرزة إضافة إلى الفرقة الرابعة والتي تحيط بالعاصمة دمشق ولواء واحد وأربعين أيضا التابع للقوات الخاصة وأيضا هناك أنباء عن استهداف لحي القلمون الشرقي وأيضا مواقع عسكرية في الحي المذكور إضافة إلى قطع عسكرية للحرس الجمهوري بحسب أرنباء متواردة من العاصمة دمشق كما تشاهدون مشاهدين الكرام الهدوء يسود العاصمة دمشق بعد الضربة العسكرية مباشرة هذه هي ساعات الصباح الأولى وسائل علام النظام اعترفت بالضربات العسكرية وقالت أنها تصدت للعدوان كما سمته بالعدوان الثلاثي من فرنسا وبريطانيا وأمريكا لتنفي مباشرة وزارة دفاع الأمريكي البنتاجون أي رد من قبل قوات النظام أو القوات الروسية الموجودة في سوريا على الضربات الأمريكية التي استهدفت عدة مواقع في محيط العاصمة دمشق وفي حمص وفي أماكن أخرى نعم مشاهدين نترككم مع هذه الصور التي وردتنا منذ قليل ترجمة نانسي قنقر وينضم إلينا هنا في الاستوديو الصحفي طه عود للتعليق على الأحداث الأخيرة مرحبا بك سيد طه يعني كما نشاهد الآن هناك صور وردت من العاصمة دمشق عن هدوء يسود المدينة وهناك تصريح لوزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون بأن الضربات محدودة وليس هناك نية لضربات جديدة ما تعليقك على هذا الأمر؟ نعم يا بدون شك يعني هذه الضربة هي ليست بالقوة التي كانت حسب التهديد الذي جاء من قبل الأمريكية كما تلاحظون العملية أو الضربة السلاحة الكيميائية على دومة هو مر عليه أسبوع تقريبا وهذا حقيقة شيء مؤسف للغاية خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت منذ أيام هناك مترددة عن تضرب أو لا تضرب ولكن لاحظنا اليوم جاءت الضربة وكانت هي فقط محدودة حيث أن مزارة الدفاع وزير الدفاع الأمريكي يعني أعلن بأنها هي استهدفت المنشآت العسكرية للنظام السوري وخاصة فيما يتعلق بالسلاح الكيميائي وتم إنهاء السلاح الكيميائي داخل السوري وهذا يدفعنا إلى التساؤل يعني إحنا منذ سنة عندما جاءت عملية ومصدر خان شيخون كان هناك الحديث عن إنهاء السلاح الكيميائي لنظام الأسد وتم هناك اتصالات ولكن هذا يشيء مرة أخرى بأن كل الذي تحدث عنه المجتمع الدولي وخصوصا للمتحدة الأمريكية كان كله كان هراء ولا يوجد له كلام من الصحة أعتقد أن اليوم الضربة هي فقط هي رسالة للنظام الأسد وأيضا هي لحفظ الإدارة الأمريكية وخاصة الرئيس هناك أمر لافت سيد طه ضيفنا العميد أحمد رحال قال أنا منظومة الصواريخ الموجودة في سوريا الصواريخ الروسية طبعا كانت قادرة على التأثير على هذه الضربة يعني إيذاء القوات الأمريكية بالوقت الذي قال فيه المندوب الروسي في واشنطن أن هذه الضربة هي إيهانة للرئيس فلاديمير بوتن شخصيا يعني هناك لربما يعني يشعر المرء للوهلة الأولى أن هناك غضبص الروسي عن الضربة لكن بذات الوقت هناك تشنج روسي أمس في مجلس الأمن هناك تصريحات روسية قوية كيف تفسر هذه الظاهرة؟ يعني إذا لحظنا وستطعنا أن نقرأ بشكل أوسع عن هذه الضربة من وجهة النظر الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد أن تثبت لروسيا بأنها هي عادت إلى الساحة السورية بقوة من جديد وأن كل مفاتيح اللعبة داخل سوريا بيد المتحدة الأمريكية هناك خلال الفترة الأخيرة الماضية أو خلال العامين الماضيين هناك غطرسة روسية داخل الأراضي السورية أيضا استطاعت روسيا كما تعلمون في بعض المصارى السلطانة وسوتيشي أن تثبت أو تشير بأنها هي التي تتمسك بمفاتيح اللعبة أعتقد الرسالة هي رسالة من قبل واشنطن بأن كل الأمور هي بيدها لاحظنا أن هناك لم يتم تنصيق ما بين واشنطن وموسكو في خلال هذه العملية أيضا لهم وجهة نظري هناك رسالة كبيرة وأعتقد وصلت هي رسالة للميليشيات الإيرانية داخل سوريا كل هذه الأمور تثبت وتشير بأن الفترة المقبلة وخاصة إن ستطعنا أن نقول العلاقة ما بين واشنطن وموسكو أعتقد حاليا انتهت تماما انتهت تماما كيف سيد طه يعني نحن نشهد عدة أمور أو بالأحرى نشهد عدة تناقضات يعني بذات الوقت ترى تشنجا في مجلس الأمن بذات الوقت ترى تصريحات متراقية ترى تصريحات متشنجة لكن العلاقة انتهت هذا كلام خطير أو الأحرى نقطة خطيرة هل انتهت العلاقة في سوريا أم انتهت العلاقة كما هي في حال التوتر مثل بريطانيا يعني العلاقة متوترة جدا نعم يعني هي حاليا إذا لاحظنا العلاقة ما بين واشنطن وفرنسا وبريطانيا تختلف تماما هناك ما بين موسكو وما بين واشنطن هناك تنافس خاصة في العديد من الملفات ولكن الملف السوري هو ملف حيوي لكل أطرافين روسيا بعد عام 2015 هي عادت بقوة إلى ساحة سوريا وكانت هي اللعبة الأساسي القوي نستطيع أن نقول ولكن بعد إدارة الرئيس السابق أوباما كانت الموقف الأمريكي أو الإدارة الأمريكية كانت تباعدة كل البعض ولكن بعد عودة رئيس ترامب لاحظ أن هناك عودة جديدة لإدارة الأمريكية إلى الساحة السورية وأعتقد أن التهديدات التي أطلقتها واشنطن خلال الفترة الماضية وخاصة قبل أيام تشير بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تثبت لروسيا بأنها ليست وحيدة في الميدان وخاصة في سوريا كيف يمكن قرأنا الأمر بشكل دبلوماسي سيد طه كيف يمكن أن تتطور العلاقة بين موسكو وحلفاء واشنطن إقليميا مثال لدينا تركيا موجودة الآن على الساحة تركيا الآن شهدت عدة تطورات بالعلاقة بينها وبين موسكو لكن الآن أمريكا دخلت على الخط يعني ضربت ويبدو أننا نشهد مرحلة جديدة في العلاقات بين موسكو وأمريكا لكن نظرنا إلى تركيا وهي اللاعب الأساسي الأول بالملف السوري وفي المنطقة وأيضا هي لاعب مع موسكو ومع أمريكا يعني أعتقد الموقف التركي في الوقت الحالي هو حقيقة محير أو صعب للغاية أستطيع أن أقول يعني قبل أيام من الضربة كان هناك تصريحات كما تابعت من قبل وزير خارجي التركي عندما قال بأنه يجب إزاحة الأسد من جهة هناك تقارب تركي روسي وخاصة في العديد من الملفات وآخرها كان الاجتماعات التي جرت أو القمة الثلاثية التي جرت في أنقرة في الوقت نفسه هناك نعم توتر تركي أمريكا ولكن إلى حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نقول بأن العلاقة ما بين أنقرة وواشنطن هي انتهت ولكن هناك تحالف كبير بين الطرفين ولكن هناك عقدة وخاصة فيما يتعلق بالوحدات الكردية فيما يتعلق حاليا في موضوع من بلج هناك خلافات بين الطرفين أعتقد أن أنقرة وضح صعب للغاية خاصة في التنصيق ما بين الطرفين هناك حليف قديم استراتيجي نعم هناك خلافات ما بين أنقرة وواشنطن هناك أيضا حليف لا أقول حليف حليف مرحلة في الوقت الحالي خاصة موسكو هناك اتفاقيات كانت اقتصادية كانت سياسية كانت على الأرض السورية أعتقد الموقف الأصعب حاليا للدول هو موقف تركيا وخاصة حاليا فيما يتعلق بالأوضاع أو التطورات الجارية في سوريا